السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيب قلبي في كل مكان عاملين ايه رب كلكم تكونوا بخير وسعادة بحبكم جدا في الله ويا رب ما تحرمش منكم ابدا النهاردة بقى في تريكات واسرار رهيبة في الفيديو الناس اللي طلبت مني الجيبة الكلوش الخياطة بتاعتها ازاي بنتني الديل تانية نظيفة كده خاصة لو هنعملها الفستان سوريه التانية اللي هي ايه بتبقى لايئة على السوريهات والتانية اللي انا بعملها دي بصراحة في كل الجيبة الكلوش بتكون افضل واحسن سواء بقى هتعملها للكاجول او للسوريه تعملي نفس التانية اللي هقولك عليها دي كمان سألتوني ازاي بنعمل الاستيك في الوسط بتاع الجيبة الكلوش وبناخد المقاس على اساس ايه كل حاجة هقولكم عليها في الفيديو تعالوا نقول بسم الله الرحمن الرحيم حبيب قلبي بقى اللي بيحبه حسناء يحطوا لايك حلو كده للفيديو ونبدأ الشغل بتاعنا اول حاجة الجيبة الكلوش عايز لها 3 متر عرض عرضين يعني عرض القماش 140 او 150 تمام كده نمسك بقى 3 متر دولت نفرد القماش على الاخر خالص زي ما انت شايفين انا بعمل ازاي كده نفرد القماش خالص انا بس باداية كده طبعا عشان القماش ده كريب ريال اللي انا بعمل منه الخمارات فهنعمل منه نفس الجيبة فردنا القماشة خالص تمام كده ونقوم تانيينها على بعد بالطول يعني اصبحت القماشة متر ونص في متر ونص فردنا القماشة خالص مش وهي ما يتطبق شايفين يعني كل حاجة واضحة قدامكم في الفيديو وانا بحاول اوضح في الشرح قبل يعني فردنا 3 متر خالص فردنا القماش وتانيناه بطول القماش اللي هو طول طبعا التلاتة متر فتانيناهم على بعد بالشكل اللي انتو شايفينه ده فاصبح ايه متر ونص في متر ونص اللي هو مش كده مربع متر ونص في متر ونص طب وقتين على بعد زي ما انتم شايفين بوريكم هو البرصل من قدامي والبرصل انا مسكافئ دي اهو بالشكل ده ده الجزء كده اللي انا مطبقه على بعده من ناحية كده القماشة المفتوحة وطبعا ايه بطقت الفيديوات شوية عشان انتوا قلتوا الفيديوات سريعة فبطقها شوية فانا عملت اللي انتوا قلتوا عليه وهنا الجزء المتني اللي انا مطبقته للقماش يبقى اصبح كده البرصل على حرف الترابيزة بطول الترابيزة بتاعة القص من الناحيتين وصادي وصادي من الناحية التانية واخدين بقى لكم التطبيقة بتبقى ازاي مهمة جدا التطبيقة بتعملها صحة عشان تنجزي بفرد بقى القماشة وبظبطه كده على حرف البنك بخلي البرصل اللي من قدام ايه ده انا شايفين مفرود اوي ازاي ومظبوط على حرف البنك يبقى البرصل كده مظبوط على ايه الحفة بتاعة البنك عشان خاطر كده القماشة تبقى العدلة بتاعته ما ببقاش القماش موروب مني ويجب بعد كده لما قص الجيبة يبقى فيها اي ورورة يعني التركات دي مهمة اوي زبطت القماشة هوا امسك بقى الحرف القصدي بالقماش كده بالشكل ده شايفين ودي كده التطبيقة بتاعة الكولوش بجيب حرف القماش كده واعمل القماش زي المسلس كاني هعمل خمار بس عدد الامطار ما بيقلش عن كده يا جماعة تلاتة متر عرض عرضين تمام؟ القماشة اللي معايا دي خمتها كرب رويل اللي هي بعمل منها الخمارات ولازم بقى شايفين بقى الطبطبة اللي انا عمالة بعملها بإيدي دي يعني بريح القماش وهقرب لكم الكاميرا اكتر دلوقتي عشان تشوفوا التطبيقة كمان عن قرب بزبط كده وريح القماش ما عودش ايه اشد بايدي ولا حاجة شايفين بصوا بزبط بالراحة ازاي عشان خاطر القماش ما يتوربش مني ومن الاول انا البرسل حطاه على حرف القماش من قدامي بالشكل انتم شفتو ده على الحفة بتاعة البنك بالزبط يعني يبقى زي كأن البنك ده مصطرة ببقى زبط عليه القماش ما يبقاش معاوك كده ولا حاجة هتطبق بس كده القماشة معاكم وهقرب لكم بقى الكاميرا تشوفوا التفاصيل كلها نمطبق القماشة ازاي شايفين دي كده من تحت هتبقى من عند الديل بتاع الجيبة طبعا اصبح فيها البرسل ولا جزء المشارشل ده والبرسل على حرف البنك من قدامي ده كده المتن اللي هيبقى الامام شايفين ده البرسل اللي هو بقى فيه الجزء المشارشل دوت في القماشة وبسيب جزء طبعا من ناحية البرسل كده اللي هيبقى في الخياطة بتاعة الظهر عشان ده كده منتصف الظهر فبسيب جزء كده البرة وانا بطبق يعني اصبط ده في التطبيقة اجي بس وحط المسطرة كده اعمل خط على الجزء اللي في الظهر هعمل لها قستك في الوست يعني معنى كده ايه الجيبة الكلوش عادة انا باخد فيها مقاسين بس الوست والطول طيب لما كون هعمل لها قستك في الوست باخد مقاسين برضو بس بس هما ايه دوران الارداف والطول دوران الارداف مش دوران الوست وانا معكم واحدة واحدة هشرح لكمي دلوقتي بس خلينا قولكم انا بنزل كم صنط من السنة بتاع المثلس بين فوق اللي هي رأس المثلس ده نزلت تهاتين صنط ليه؟ دوران الارداف عندي اللي أنا بعمل لها الجيبة مية واثناثر سنط فاربعهم تمانية وعشرين سنط تمام كده دوران الارداف مش الويست نزلتي من فوق 30 المفروض أنزل أكتر بس أنا كده بنزل 30 وأعمل كده אيه؟ شايفين الدوران اللي أنا بعمله من فوق اللي هو كأني بعمل يعني القص بتاع الويست الدوران اللي أنا عملته ده ومشيت كده واحدة واحدة من رأس المسلس 30 سنط 30 سنط من فوق بقيس الدوران ده كده فما جاش معي المئاس اللي أنا عايزة ما جاش 28 سنتي فبنزل كمان ممكن 2-3 سنتي فاهمين دي الطريقة بتاعت اللي أنا بشتغل بيها الكلوش اللي دايما باسم الله ما شاء الله بتطلع الشغل معايا اللهم صلي عن نبي 10 على 10 الحمد لله والشكر لله فدي يمكن أنا بص الحاجات دي أنا متعلمتهاش في مدارس ولا تعلمتها في كرصات ولا أي حاجة فده أنا الشغل كنت إيه بحاول أن أنا أزبطه كده مع نفسي يعني دايما الخياطة عايزة كده تستنتجي وتاخدي بالك أنت بتعملي إيه ما نجيش بقى نقول احنا بنقص الجبل كلوش نحطها كده بالشكل ده ونحط المسطرة كده وخلاص ونقول ربع دوران الوسط ونعمل كده بالمزورة لا مفيش حاجة أسمعه كده ننزل من سن المسلس ربع دوران الوسط أو ربع دوران الأرداف ونزود عليه 3-4 سنتي 5 سنتي بس من الأول خلينا ننزل من فوق الربع بس خليكم معايا في الشرح ده مهم جدا بقيس بقى الدوران ده بالزبط كده تمام فتلع معايا الـ 28 سنتي اللي أنا عايزاهم ربع دوران الأرداف عشان هيركب أستي جات من فوق قد إيه حوالي زي ما نشايفين كده حوالي مثلا 34-35 سنتي من سن المسلس من فوق بازبط من سن المسلس من فوق عشان أبقى ماشية إيه واحدة واحدة واجيب الحردة بتاعت الوسط اللي أنا هعملها أو حردة الأرداف أجيبها إيه مظبوطة اللي هو الدوران باجي بقى من المكان اللي هو الخط ده اللي هو بتاعت الوسط أو بتاعت الارداف على حسب ما انتوا بتقصوا الجيبة إزاي وبمشي كده واحدة واحدة شايفين زي ما بوريكم عشان أخدوا الطول بتاعت الجيبة في ناس برضو تبرجلت من الفيديوهات اللي فاتت تقول لي طب إحنا ننزل من هنا ولا من فوق من سن المسلس أنا خدت من عند الحردة بتاعت الوسط اللي أنا حفر اللي هي دي أيوة دي خدت منها الطول بتاعت الجيبة اللي هو ليكم مية وخمسة مية وعشرة متر خمسة وتسعين على حسب طول الجيبة اللي أنا عايزاه بعد كده حطت علامة وبطلع بقى بأول المزورة الفوق لسن المسلس كده وافضل ماشي واحدة واحدة عشان تبقى أصبط معايا من سن المسلس فوق حد ممكن يبقى وقف معايا بيشتغل يبقى ماسك المزورة من فوق من عن سن المسلس كده ثبتها وأنا ألف من تحت من عند الديل واخدين بالكو ألف يعني كده مثلا طول كان مية وخمسة فلما ارتفعت لسن المسلس لفوق بقى مية واربعين واخدين بالكو لأنها نزلة من فوق حوالي خمسة وتعالتين سنت ففي ناسة برجلت في المقسات دي الخياطة يا جماعة مش عايزة أن احنا نحفظ بس يعني برضو نبقى فاهمين الموضوع احنا بنعمل ايه ما بنعملش ايه عشان تبقي شطرة في الخياطة فمن سن المسلس من فوق نزلنا بقى ايه كده كان طبعا مية واربعين الخمسة وتلاتين والطول بتاع الجيبة اللي هو المية وخمسة واخدين بالكو بيبقى أصبت ان انا حطها من سن المسلس عايزة تحطي من عندي دولان الوسط عشان ما تتبرجليش على حسب ما انت بقى يعني اللي بتستقبل الشغل ازاي او يعني بتفهمي الشرح ازاي بيكون أفضل ليك يعني عايزة تحطي عند خط الوسط وتفضلي برضو كل شوية تمشي تنقل المزورة واحدة واحدة كده فعلى حسب الطريقة يا حبيبة قلب اللي انت بترتاحي بيها بس انا بقولك وبحاول اأكد قوي في الشرح فالمزورة من فوق من سن المسلس لو حد وقف معاك بيبقى مسكها كده بتكون أفضل بيسبتها كده بسبوع وانت ايه تفضلي ماشية بالمزورة من تحت الطول بتاع الجيبة تمام زائد الارتفاع بتعرص المسلس انا بقى كده هو عشان ما حدش يتلقبط المبتدئات خدوا بالكو كل حاجة بتبقى عايزة تعرفها وتفهمها بس الخياطة زي ما بقولكم مش حفظ بس يعني الخياطة عايزة يبقى فهم وتستمتجي وتعملي واللي انت ما تعلمتهوش تحاولي تستمتجي وما تخافيش من الأصل لأن الناس كتير بتكلمني في تعليقات خايف اشتغل خايف اقص خايف اعمل احنا مش بنعمل عملية قلبي مفتوح لحد يا جماعة يعني اللي عايزة تخيط حاجة تخيط تبدأ حتى في حاجات قديمة تجيب هدوم قديمة تبدأ تقعد تخيط فيها تجيب مثلا مليات قديمة وتبدأ تقص عليها مثلا قماش قديم قماش مثلا من النوعات اللي هي تكون حاجات يعني الخيصة اي نعم دلوقتي ببقىش في حاجة الخيصة بس يعني اهو يعني تحاول برضو ايه تتعلم على قد ما تقدر ما تقلقش طيب بصوا انا حتى القماش يعني منازل عن حرف البنك فانا بصوا بقريكم ازاي يعني عايزاكم برضو تتجرقوا ما تبقوش خايفين من الحاجة اللي بتعملوها هنا عند خط الجنب خط الجنب بتاع الجيبة اللي هو الجزء المقفول كله تمام اه ارتفعت حوالي 2-3 سنتي ليه دول بقى بصوا والله العظيم انا هقول لكم دولت برضو انا ما تعلمتش الكلام ده في حتة بس لما كنت باجي ألبس حد الجيبة زمان بقى لما اول ما بتاديتها تشتغل أجي ألبس حد الجيبة كلوش أبوص القام هتديله شوية من عند الجناب كده من عند خط الجنب كده أبوص القامة ايه واقع لتحت شوية فقول لأ طبما انا لو كنت ارتفعت 2-3 سنتي وخدتهم كده اه يعني ارتفعت بيهم كان هيثبت الجيبة اكتر فده بقول لكم بناخد بالنا يعني الخبرة ما بتجيش كده بالسهل فارتفعت حوالي 2-3 سنتي دولار وايه وانزلت تحتهم طبعا ايه بسنتي كده عشان اسيب سنتي بس للخياطة طالما انا واخدت طول بتاعي مزبوط وهقص من فوق الويست برضو بسنتي وبأكد تاني المقاس الويست اللي انا عاملة ده ده مقاس الارداف مش الويست الجيبة الكلوش على طول بناخد مقاسين بس مش اكتر بناخد مقاسة اكتر بقى لو فيه تفاصيل هنعملها جيب مثلا معين هنركبه في جنب الجيبة فبناخد معيس حاجات زي كده بقى دي المبتدئات يعني فخلينا بس في الشغل اللي احنا بنعمله هقص بس جزء زيادة من البرسل لانه كنت شايبة كنت سايبة جزء كبير كده عشان خاطر ايه البرسل يعني كان فيه اخرام كده كانت يعني لجوة شوية فكانت يعني حتة عريضة كده في البرسل مش حلوة فكنت سايبة جزء كده عشان ايه اطير منه جزء وانا ما بحبش ايه لما خيت ايسيب البرسل كده في الجيبة الا لو كان ايه البرسل يعني ناعم شوية ده كان محبب قوي فالقتي وانا بكوي يعمل منزل في دهر الجيبة كده مش حلوة ففضلت ان انا اشتغل بالطريقة دي تركتي بقى وخبراتي وكل حاجة بقولكو عليها وكل اسرائي خلصت القصة عملت الفرات بتاعت الويست عشان هو انا بشتغل برضو في تقفيل الويست وكده المهم هنا بقى هاخد الجزء اللي هعمله كمر هعمل استك طبعا طيب دوران الارداف قلنا مية واثناشر سنتي نصهم كام ستة وخمسين سنتي انا تانيت القماشة هو فطبعا ايه ممكن اخد الستة وخمسين سنتي كده على القماش المتني بالشكل ده ممكن اسيب بقى سنتي زيادة ولا تين سنتي اللي خيط عليهم اللي هسيبهم يعني حق الخياطة وكده تمام الستك بقى اللي هركبه عرضه وقد ايه عشان اخد عرض القمر معايا اللي هعمله الستك كان معايا مثلا حوالي تلاتة ونص سنتي العرض بتاعه فتلاتة ونص في تلاتة ونص يعني سبعة سنتي يعني ازود بقى العرض قد ايه عشان خياطات بلاش يا حبيبة قلبي لما تيجي تزودي عرض للقمر بتاع الستك تحنتفي قوي بتقولها سيب اتنين سنتي ولا تلاتة سنتي يعني سيب بالزيادة شوي انا زبت حوالي مثلا حداشر اتناشر سنتي فاهمين وبعد كده اعرش الجزء الزيادة انا بقولكم على الحاجات الصح في الخياطة تمام كده عايزة منكم بقى دعوة حلوة كده وكم منت حلو بحب كلامكم بحب قوي تعليقاتكم واللايك بقى ما تنسوش يعني لايكات كتير بفرح باللايكات يا جامعة فاللي عايز يحط لايك يحط لايك ولي مش عايز يحط برضو بحبكم واحسن حاجة عندي ان انتوا بتستفادوا بتقوم مبسوطين فدي حاجة برضو ايه بتفرح عملت طبعا العرض بتاع الكامير وزي ما قلتلكم نسيب ايه في العرض شوية يعني 4-5 سنتي كده ايه زيادة على المتطبق فهيبقى مثلا حوالي ايه 2 سنتي ونص 3 سنتي على المتطبق فخلينا نسيب كده ايه يعني الحاجة تبقى بروح وزي ما قلتلكم الاستيك وانا هبقصه دلوقتي ما خدتش بقى مقاس الوسط للأستيك ولا ايه حاجة طيب انت خدت طول الأستيك قد ايه عشان ما نتبرجلش طول الأستيك خدتو 70 سنتي طيب 70 سنتي ده على اساس ايه بصوا طول القمر معايا وهو متطبق القماشة كان 56 سنتي تمام كده فطلعت الزيادة عن 56 سنتي دولة حوالي مثلا 14-15 سنتي حلوين قوي تمام مقدار الأستيك ده معايا حلوة قوي وهيلبس الوسط ده جميل جدا بالشكل ده فكان حلوة قوي زي ما انت شفته فيلبس معايا المقاس ده حلو وبحيث بقى ايه عايز انت بقى قلقانة قوي ولسه بقى مبتدئة يعني انا بقولك على طريقة تسهل عليك الشغل بس انت قلقانة وعايزة بقى تاخدي مقاس الوسط بتاع العميلة اللي انت هتعملها الشغل مقاس الوسط عشان تاخدي بقى عليه القاستك والكلام ده برحتك الطريقة اللي تعجبك وتريحك انت اشتغلي بيها تمام كده بس انا بقولك الاسهل واللي هيخلي معاك الدنيا كويسة فاخدت القاستك كان طوله 70 سنتي فكويس قوي معايا على الوسط يعني بيلبس معايا القاستك 70 سنتي ده بيلبس معايا لغاية مقاس حوالي 2X لارج كويس فده يعني انا بشتغل كده والدنيا تمام حطيت بقى خيوت كده يعني مقاربة لنفس لوني للقماشة طبعا انا كنت عاملالها مع الجيبة دي تونيك كمان هي بتلبس الجيبة دي تحتيه فكان بجد الطقم كان شكله حلوة قوي قوي بس سعب بقى الدنيا عندي بتبقى متبرجلة شوية في القتليف مش بعرف اصور لكم كل حاجة فالمهم هنا بقى حطيت الخيوت بتاعت الاوفر كده واشتغلت بقى ايه القطعة كلها الاوفر بحاول ان انا اقرب درجة الالوان بتاعت الاوفر تبقى نفس لون القطعة عشان خاطر ايه تبقى القطعة نظيفة وقيمة وشكلها حلو والبنت ما شاء الله لما جات استلمت الشغل كان جميل قوي عليها وباسم الله ما شاء الله مبروك عليها والتنين صنطي اللي ارتفعناهم كمان من عند الجناب عشان القماشة متها تدلش واخدين بالكم احنا كمان لما عملنا البروفر كمان قصنا منها صنطي كمان من عند الجناب بس جينا على ما فيش كده يعني جينا على المنتصف برضو زي ما عملنا كده على ما فيش فعند الجناب برضو كان لسه في صنطي عايز يرتفع كمان بس ايه بلاش ناخد يعني جزء كبير واخنا بنقص عشان الخامات بتختلف كل خامة غير التانية في خامة هي بتاخدين منها تنصنطي حلوة او بتبقى مزبوطة في خامة بتبقى عايزة ازيد فعلى حسب اين نوع الخامة وكده فانا بقولكم كمان التعديلة اللي عملناها في البروفي يعني كالتعديلة مستة جدا وما فيش اي مشكلة خلصنا الوفر داير ميدور المكان بتاع الوست تمام بالمكان بتاع الضهر بالديل انا هنا بس كنت بقى اكد كده على مقاس الجيبة من عند الوست كده اللي هو طبعا برجع اكد تاني عشان ماتهش مني دا مقاس الارداف فكنت باكد كده وانا تانية لجيبة بالنص ان هي 56 سنتي عشان ابدأ اخاية الجزء اللي في الضهر مايبقاش تجيبة فيها مش عايزين اي كشكشة في المكان اللي هو هيبقى عند الوست هيبقى الكشكشة بس جايبها الاستك لكن مش ايه في القماشة تمام يعني لما الكشكشة بتاعت الوست دا هيبقى من الاستك الشكل كله بقى من الاستك مايبقاش فيه حتة متنية كده في القماشة وشكلها مش حلو تخيات القطعة عايزينها تطلع يعني مش هنقول بقى نافس الجهزة لازم تطلع احسن ان شاء الله من الجهزة لان هي القطعة تبتبقى مهتمية بها قوي بتعمل تفاصيل بتاعتها بتخليها زي الفل فده مبدأي في الشغل والحمد لله خياتنا الجزء اللي من عند الدهر تمام الكشتورة دي طبعا كل كنا عاملينها اوفر كل واحدة لوحدها عشان خاطر اين فتحها بشدها كده اخدوا بالكوا بعد الخياتة لما تشدوا القماشة كده بالشكل ده بس هي وقت شدها لدرجة انكم تتعوها وتعوضوا بقتدوا علي فالمهم عشان خاطر ايه ما يبقاش فيها اي خياتة مشدودة او مزرزرة جينا من عند القشتورة اللي في منتصف الظهر كده ونبدأ الخياتة من عند القشتورة اللي في منتصف الظهر ما تبدأيش من اي حتة تانية وتبدأ الخياتة فرماتورة صغيرة كده وتعمل ايه الخياتة شيمة يعني ايه شي ما الخياتة اللي هي بتبقى على الحرف خالص جاية تحت خالص رفاية كأنك مش مخياتة الديل كأنه هو متني كده بدون خياتة تمام بصوا بقى نبدأ من عند منتصف الظهر ليه عشان بنجيب الخياتة على الخياتة اللي في منتصف الظهر ما يبقاش فيه يعني جزء معوجة عن جزء ويزرزر معانا الديل او يورور ويبقى شكله مش حيل يبقى خط الخياتة كده اللي في منتصف الظهر ويحنا بنتني الجزء بتاعة الديل جاي مع خط الخياتة اللي في منتصف الظهر كده يبقى ماشي مع بعضه ونبدأ نخيط عشان ايه احنا بنبدأ من المكان ده عشان نبقى ايه ايدينا مظبوطة كده في الشغل ونعمل شي ما على الحرف كده على صنطي عايزة تقليلي عن صنطي كمانت تانية براحتك بس ايه صنطي حلوة قوي شايفين طول ما انا شغالة اللي هم صلي عن نبي ولا بتورور ولا اي حاجة نحط ايدينا لشمل جول تانية كده تمام ونشد شده بسيطة بسيطة مش عايزين نشدها مش مشكلة خلي ايدينا من فوق كده تمقى زبطة الشغل ايدينا يعني لو حبينا ان احنا نزبط الخياتة اكتر عشان تبقى مزبوطة معنا ما تورورش كل التركات دي مهمة جدا وانا بحب اقولكم كل حاجة بصدق حبيت برضو وانا بخيط ما يبقاش الفيديو سريعة قوي عشان تستفادوا على قد ما تقدروا بصوا بقى يعني تانينا ماشين كده في الخياطة لغاية بقى ايه ما نيجي عند الاخر خالص ما كان ما بدأنا ونعمل برضو فرماتورة صغيرة شايفين من اول ما بدأت في تانية الديل لغاية اخر التانية اللهم ما صلى عنها بالديل ما فيوش اي حاجة مورورة عشان ماشين واحدة واحدة كده وماشين الخياطة صح بدأنا من منتصف الظهر زي ما شفته وانتهينا عنده بالشكل ده دلوقتي بقى نقوم ايه نفتح الجزء اللي هو القشطورة بتاع الظهر ده كده احسن الخطوات اللي بقولك عليها وماشين بيها واحدة واحدة هي دي اللي هتخليك تستفادي وتعمل الشغل بتاعك صح ويبقى كل حاجة معاك كل الاسرار والتركات معاك تقدر ان انت تمشي ورا الخطوات وتنجز ان شاء الله شغل كويس عايزكم بقى كمان تستنوا ان شاء الله ان كان لي عم الفيديو اللي جاي عشان خاطر الوان الخمارات والمقاسات بتاعتها وتبتد بقى ان شاء الله تطلبوا الاردرات بتاعتكم تمام كده نفتح ما فيش اي مشاكل من الجزء اللي بيقعد يفتح اللي هم بيفتح من المكوى ده ده مجرد بس المبنكو يرجع تاني ايه الدنيا زي الفل فيش اي مشكلة خالص ده من ضي التصوير يعني وكده وفي نفس الوقت من البخار بتاع المكوى هنا بقى نفتح القشطورة دي كويس قوي وانا بفتحها بحاول برضو ايه يعني بعد ما خلص تفتيح اشدها بالراحة كده بايدي برضو تمام يعني انا بقولكم على كل حاجة حتى لو في حاجة ما جاتش في التصوير بحاول برضو اقولكم عليه ونكوي برضو الديل داير ما يدور وبعد ما نكوي الديل داير ما يدور نكوي كمان الجيبة بس خد بالكو لما نكوي الشغل يعني بحب دايما وفضل ان انا كل حاجة اكويها على ظهرها اي قماشة بحب اكوي على الظهر يعني بالنسبة لي انا برتاح كده اكتر مفيش اي مشاكل لو كوينا من على وش القماشة مفيش مشكلة حتى لو حطين وش على المكو او مش حطين وش بس زبطين درجة الحرارة على الوسط بس انا بفضل دايما اكوي على الظهر كده ممكن في الاخر خلص الكوي اللي على الوش دي التلميع بس كده وخلص فالمهم باكوي بقى الدل كله زي ما انتم شايفين واكوي كمان القماشة بتاعت الجيبة دا بيكون افضل قبل ما ركب القاستك عشان خاطر لما تكشكش كده واجي ايه اكوي بعد كده يبقى فيه اماكن مش مكوية وشكلها مش حل كل التفاصيل الصغيرة دي بيطلع الشغل معكم كويس قوي فلما نيجي بقى ايه نخلص المكوى بتاعتنا هنيجي كمان لو بنكوى مثلا ايه خلينا الاول بس في الجزء ده عشان ايه ما تلغوتوش معايا القشطورة كمان بتاعت المنتصف بتاعت ضهر بكوية كمان من على الوش بسوا كده بيكون افضل واحسن لما نيجي بقى نكوى برضو الجيبة تاني لو فيه اجزاء لسه فيها متكسرة او مش مظبوطة وعايزين كمان نعيد مكوى وهنكوي ايه الجيبة على بعضها كده يعني القماشة بتاعت الوش على القماشة بتاعت الضهر بس ناخد بالنا واحنا بنكوي نزحزح كده القماش من بعضه عشان ما تجيش القشطورة بتاعت الضهر في جزء وانا بكوي بصوا يعني انا بحاول اوضحها لكوي ما تجيش القشطورة بتاعت الضهر دي على وش القماشة كده يعني ايه تطبع ويبقى شكلها ايه مكان المكوى تطبع ما جيش نحيتها يعني اكوي كده القماشة على بعضه بالشكل ده بصوا او ما جيش لغاية الجنب خالص وافضل زحزح القماشة من على بعضه كده واكوي لو هكوي الطبقتين على بعض انتو فهمين انا قصد ايه اني وانا بكوي يعني الطبقتين على بعض القشطورة ما تبقاش من تحت والطبع ماكويش ما جيبش المكوى نحيتها عليها يعني ويبقى في الجزء اللي فوق فاتطبع يبقى ايه الكشطورة تبقى معلمة علامة بالطول كده في الجيبة من فوق بس مجرد تبقى عاملة زي الخيل كده شكلها مش حيل فهمتوا يا رب بتكونوا ايه فهمتوا من الجزء ده اكون شرحتوا صحيا هاجي بقى عند القماشة بتاعة القمر بخيطها كده الكشطورة بتاعتها وبعد كده افتحها برضو بالمكوى يعني ان برضو هديها لحد معي في القتالية هيفتحها يعني الحاجة اللي بقولكم عليها او ممكن اقوم اصورها بس دي مش مستهلة ان اقوم اصورها هيدو بالكشطورة دي خيطتها وفتحها وحط الاستيك على بعضه كده سنتي على سنتي او اتين سنتي على اتين سنتي وخيطهم كده بالشكل ده وكذا فرماتورة بقى واربعات تمام واتأكد ان الاستيك يكون مصبوط بالشكل ده اجيب كده الاستيك ونصفه بالزبط وعمل علامة في المنتصف وصادل ايه الخيط بالشكل ده يبقى الاستيك كده ايه امسكه كده في المنتصف وحط علامة من نحية دي والنحية التانية فيه طبعا العلامة بتاعت الخيط بعد ما فتحت بقى القماشة كده الكشطورة بتاعتها بدي بس فرد من نصف نحية التانية كده وفرد كده برضو ايه اصادل عشان بقى ايه برضو القماشة تبقى بالمنتصف كده ايه مصبوطة عشان لما حط الاستيك يبقى كل الكشكشة بتاعت الاستيك كلها مية واحدة ما بقاش حبة فيهم كشكشة وحبة ماها فردين في القماش وشكل الاستيك برضو يعني بقى مش كويس واجدخل الاستيك كده في القماشة واداله ايه فرماتورا منتصف القماشة على منتصف الاستيك ومن الناحية التانية برضو منتصف القماشة اللي عملت فيها للفرد على منتصف الاستيك على العلامة اللي انا عملتها او بالشكل ده واتأكد ان الاستيك انا حطهاه مصبوط يعني اخديه ببالك بوريكوا العلامة هي calam off على المكان اللي انا عاملة في الفرد. والاستيك يكون مظبوط معدول. ما يبقاش معبوض. يعني ما تبقاش ناحية. مسلا لفت عن ناحية. وابتدي الوقت برضو فرماتورة الجزء التاني. بحيس ان انا ايه? ابقى مثبت الاستيك في القماشة. وبعد كده هوليكم انا هخيط ازاي? هشيل بس الخيوط كده. وبعد كده ايه بقى بصه? هخيط يعني من تحت الاستيك على طول على القماشة. هخيط القماشة على بعضه. من تحت الاستيك على طول. مش هبقى ايه? يعني مش هخيط على الاستيك. هخلي الاستيك كده ايه حر من جوة? اه طبعا هو مش حر يعني قوي عشان انا همثبتها من الجنبين. بس وانا ماشية بالخياطة كده بالطول مش هسبت على الاستيك. يعني الخياطة بقى تحت الاستيك. يعني جنب الاستيك نص الرجل بتاعت الماكنة. اهو بالشكل ده. طبعا هتلاقوا في حتة كشكشة وحتة لأ. مش مشكلة لان كده كده بقى لكم الاستيك حر جوة. فانا كده بعد ما جزبت القماشة هيبقى الاستيك كل الكشكشة بتاعته واحدة. يعني بخيط كده تحت الاستيك مباشرة. تاخدوا بالكم ان ما بقاش الختمة عليش انا بقرر الكلام. لان انا يعني باهتم جدا بالمبتدئات. انا بقول لكم يعني كتير كنت بعمل كورسات عندي في القتلية وكان بيجي لناس كتير وناس مختلفين جدا حتى في الاستيبال في التعليم وكده عشان كده بابقى فاهمها دايما ايه الاسئلة اللي بتدور في النغم على طول والاسئلة اللي كانوا بيعودوا يقولوها فعشان كده بكرر عليكم الكلام. تمام? شايفين بعد ما بخلص لازم امسك القماشة وفضل امضطها بقداية بالشكل ده كده. عشان اوزع الكشكشة بتاعت الاستيك. بصوا جميلة ازاي? كشكشة متساوية حلوة وزي فل. طب الجزء ازاي ده بتاع القماشة اللي تحت? هقصوا منه جزء. يعني هخلي مثلا حوالي ايه? سنتي سنتي ونص كده. اللي هخيط عليه الاستيك ده في الجيبة. لكن هعرش كده جزء. فانا عشان كده بقلت لكم قصة القماشة اعرض سنة. حد يقولي تب ما كنا قصيناها من الاول قد بعدها. صدقوني هتغلبكوا جدا وخاصة المبتدئين. هتغلبكوا بجد وممكن ما تبقاش ايه تدخل تحت الاوفر لاني هوم اعملها اوفر لوحدها دلوقتي. فانا بحاول اقول لكم الحاجة بالتفصيل. يعني مش مجرد كده ايه? يعني كلامه خلاص. بعد ما خلصت كده وعرشتها ابدأ بقى ايه? اعملها اوفر. ليه بقى بعملها اوفر لوحدها? طب انا ممكن اركبها على الجيبة واعملهم اوفر مع بعض. عشان انا المكنة اللي عندي خلاص ابتدت تبقى بعافية شوي. فما بحبش ان احط يعني اخيط تحتها تخانات تبقى كتير قوي. فانا فضلت ان انا اشتغل كده احسن. عملت الاستيك بقى كده ايه? القمر قصدي داير ما يدور اوفر. ولازم دايما طول ما انا بشتغل امسك الجزء بتاع الاستيك وامطه كده في ادية. عشان ايه? يعني ازبط الكشكشة بتاعته. جيت بقى برضو عند الجزء بتاع الويست. اروح ايه? حتى الاستيك كده. طبعا الفرد في الجنب ده والفرد في الجنب التاني. عشان اركب الاستيك يبقى متركب مزبوط. هنا على المنتصف والنحية تاني على المنتصف. في خط الجنب كده وهناك برضو في خط الجنب. تمام? الاستيك من برا على الويش بتاع الجيبة. للشكل اللي انتو شايفينه ده. حطيت هنا دبوس وهنا دبوس. في الجنب ده دبوس وفي الجنب ده دبوس. وابدأ بقى اخيط. وهقولكم كمان بعد ما نخيط الاستيك ده. لو انتو بتركبوا تيكت او بتركبوا مركة. هقولكم ازاي تركبوها على الجزء بتاع الاستيك عشان برضو ايه? ما نجيش نحبس الاستيك من عند الجزء اللي بنركب فيه المركة. يعني انا كده عداني العيب. عداني العيب وازح. كل حاجة قلتلكم عليها. فعلان لبقى ما كونش حطيته لايك. نخيط بقى كده الاستيك معانا واحدة واحدة ونزبط واحنا شغالين. والقماشة بتاعت القمر طبعا قد القماشة بتاعت الويست. مظبوطة كده. يعني دايما شغلنا يبقى مظبوطة عشان حاجتنا تطلع كويسة. لو في اي حاجة واحنا شغالين لانها مش مظبوطة نعدلها. ما نستناش لما يجي الزبون ويعمل بروفة ومش عارف ايه والحاجات دي كلها. لا. نعدل حاجتنا كده ونزبط شغلنا. يعني دي حاجة بتبقى في وشنا احنا. خلينا دايما نعمل الشغل مظبوطة على قد ما نقدر. وتبعا اكتبولي بقى في التعليقات لو في اي حاجة انتوا عايزينها ان شاء الله هنزلها لكم. ودعولي دايما بقى ان ربنا يكرمني وقدر بجد نزل لكم فيديوهات كتيرة. لان اوقات كتيرة قوي يعني بتعطل بسبب حاجات كده غريبة. فبتمنعني شوية عن التصوير. فعايزكم دايما ادعولي. ادعولي على قد ما تقدر. بحب دعوتكم قوي. الناس اللي بتكلمني وبتتواصل معي على التليفون. وبجد بيقعدوا يدعولي كتير. يعني انا ببقى مبسوطة قوي. والله يعني فعلا بتسعدوني. ربنا يسعدكم فعلا زي ما كلامكم الحلو بيسعدني. فنرجع لشغلنا بقى عشان خاطر ايه ما نبعدش عن الموضوع. آآ نخلص كده خيطة الوست. واتفقنا طبعا المقاسات اللي احنا واخدينها مقاسين. دورانا الارداف والطول. ما اخدناش اكتر من كده. لان طبعا اي حاجة انت هتعملي قستك ليها للوست. لازم سواء تلبسيها من فوق من عند الدماغ يعني. او هتلبسيها من تحت من عند الرجل. لازم تعدي. لان طبعا ايه ما ناخدش مقاس الوست. لان الوست بيقى اصغر يعني ارفع جزء في الجسم. فلو خدنا مقاس الوست وعملناه وبعد كده ركبنا قاستك الجيبة مش هتتلبس. لا هتتلبس من فوق ولا هتلبس من تحت. فمن قصدي. هنيجي بقى عند منتصر في الظهر عشان نركب المركة او التيكت بتاعنا. لازم نتني كده التيكت. نركب الاول حرف بتاعه كده. تمام. ونرجع بقى ايه نريح التيكت. يعني بالشكل ده. كده. شايفين. ريح نزي ونشد كده الجيبة. نشوفه ايه يعني تمام بيمشي كده مع الاستك والدنيا تمام ولا لأ. اه بالطريقة دي كده. عشان ما يحبس معانا جزء من الاستك. اه بصوا يعني شايفين بفرده الاستك على اخره والتيكت تمام مش حبس الاستك ولا حاجة. وزي الفل والدنيا جميلة. تانية بتاعت الدل بصوا جميلة وحلوة قوي. مظبوطة ما فيهاش اي مشاكل خالص. ودي بصوا مش باينين حتى ان احنا مخيطين يعني والسواري بقى للتجول تعمل التانية دي. ودي كده الشيبة بعد ما خلصت شكلها جميلة قوي. دل بتاعها مظبوط والبصة حلوة قوي. والجيبة بسم الله ما شاء الله زي الفل. مبركة على صاحبتها طبعا. واتمنى كون انتم استفدتوا. الفيديو عجبكم. وبحبكم جدا في الله. اه يعني الف بوصة مني ليكم. مليون بوصة مني ليكم. مش الف بس. استنون ان شاء الله فيديوهات جديدة. مع السلامة يا حباية.